أهلا بكم اقتربت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وسط توقعات أن تشهد الأسعار مزيدا من الانخفاض في الأمد القريب مع استمرار تخمة المعروض في حين يتباطأ نمو الطلب ويتجه خام القياس العالمي مزيج برينت لتكبد أول خسارة شهرية منذ كانون الثاني وأكبر هبوط من نوعه منذ بداية 2016 وتراجعت العقود الآجلة لبرينت 49 سنة إلى 44 دولار و38 سنة للبرميل أما خاب غرب تكساس الوسيط الأمريكي فتراجع في العقود الآجلة 26 سنة إلى 42 دولار و66 سنة للبرميل مقتربا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وجاء انخفاض النفط بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجعا في مخزونات النفط الأسبوعية وفي ذات السياق تعلن الحكومة يوم الأحد المقبل أسعار بيع المحروقات لشهر أب وسط توقعات الخبراء بخفضها بنسبة قد تصل إلى ثلاثة في المئة على أثر تراجع معدل أسعار النفط والمشتقات النفطية لشهر تموز الحالي الذي تستند عليها الحكومة عند التسعير التفاصيل في هذا التقرير أسعار النفط وصلت في شهر تموز الحالي إلى مستوى 50 دولار للبرميل ومن ثم انخفضت نحو 6 دولارات لتصل إلى 44 دولار للبرميل في ذات الشهر فالمعدل العام للسعر بلغ حوالي 47 دولار وبذلك فهو يقل عن معدل سعر البرميل في الشهر السابق وعلى هذا الأساس توقع خبراء اقتصاديون انخفاض أسعار المشتقات النفطية المحلية لشهر أب بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% بالإطار الإجمالي أعتقد أن أسعار النفط بشكل عام هي تتذبذب حسب المعروض من النفط في السوق العالمي وأيضا بسبب تدفق ما يسمى بنتاء إنتاج النفط الصخر الأمريكي الأمر الذي أثر على الأسعار عالميا تدفق النفط الصخري الأمريكي وانخفاض أسعار المشتقات عالميا كان خفاض البنزين 1.5% والسولار بنسبة 2% سببين تبرهما محللون كافيان لتشهد نهاية تموز انخفاضا على الأسعار والحكومة اتخذت قرارنا الشهر الماضي أضاف تدخلا جديدا بآلية التسعير وبرز ذلك عندما فرضت 25 فلسا كرسم إضافي على كل لتر من السولار والكازي والبنزين وبالتالي وفقا لمراقبين فإن الحكومة ستكون محمية من الآثار المترتبة على هذا الانخفاض كونها قد حصلت على هذا الفرق مسبقا حمز الشوابكي رؤيا استقر المؤشر العام لأسعار العقار في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي عند نفس مستوى الربع الأول من نفس العام وارتفع المؤشر العام لأسعار العقار السكني من فيلا ومنزل وشقة بنسبة 2% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث أبهرت بيانات البنك المركزي انخفاض أسعار الفيلل نصفا في المئة والمنازل 3.5% والشقق 2.5% فيما ارتفعت أسعار العقار غير السكني بنسبة 5.2% حيث ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 12.3% والصناعية بنسبة 6.4% وارتفاعا طفيفا للقطاعات الأخرى أما أسعار الأراضي فقد شهد المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 2.1% نتيجة زيادة أسعار الأراضي لغايات السكن بنسبة 3.6% وتراجع التجاري بنسبة 20% والصناعي بنسبة 5.4% والأراضي خارج التنظيم أقل من 1% أما على مستوى المحافظات فأظهرت البيانات ارتفاع أسعار العقارات في معظم المحافظات وبالمرتبة الأولى العقبة بنسبة 10.4% والطفيلة 27.6% والكرك 36.2% في حين تراجعت الأسعار في جرش بنسبة 5.4% ومادب 2.3% والبلقاء أخيرا ارتجأ تجار السيارات تنفيذ إجراءاتهم التصعيدية ضد قرار الحكومة الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة المستعملة إلى حين معرفة النتائج التي سيخرج بها اجتماع هيئة المستثمرين مع الحكومة يوم الخميس تجار وأصحاب معارض السيارات في إربد خلال اجتماع عقدوه احتجاجا على القرار أعلنوا أنهم سيقوموا بإضراب في كافة معارضهم بمحافظة إربد في حال استمرت الحكومة بتنفيذ القرار الظالم والمجحف بحقهم وحق المواطن وقال التجار أن القرار رفع أسعار المركبات بين 1000 إلى 1500 دينار وأن هذه الزيادة ستنعكس سلبا على حركة البيع والشراء وستؤدي إلى تكدس السيارات في المعارض نحن اجتمعنا هنا نبحث بالقرار الذي صدر وإن شاء الله نسعى أن هذا القرار أقلها إلغاءه ضروري مطلب من كل التجار لأنه مجحف وغير منصف والناس دررت منه كثير التجار الحرة دررنا أول ناس دررنا وتبعها التجار المعارض الثانين إن شاء الله الحكومة تتجاوب معنا لأن هذا المستفيد في الأول والآخر صاحبين الوكالات واللي عندهم أموال وهذا في طبق المصدى يعني ناس بحاجة لدعم يعني هذا بأيديهم بأثر عليهم وسكر معارض كثيرة حددت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المعيقات التي تواجه الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية وقال وزير الطاقة إبراهيم سيف في تصريحات صحفية إن أهم التحديات تتمثل بارتفاع كلف ومخاطر الاستثمار في قطاع التعدين وانتشار المحميات الطبيعية بمساحات واسعة على مناطق تواجد خامات ثمينة وزيادة حدة المنافسة للمنتجات التعدينية إضافة إلى عدم استكمال قاعدة معلومات محوسبة حول الثروة المعدنية وتشتت أماكن تواجدها وبلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 حوالي ثمانية في المئة شكلت نحو ثلاثين في المئة من مجموع الصادرات في نفس العام أعلن رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها أكثر من مائتين وستة وستين مليار دولار لدعم ثالث اقتصاد في العالم والخطة التي لم يعلن عن تفاصيلها جاءت ردا على تصويب بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي انعكس تهافتا على الين الذي يعتبر ملاذا مما يشكل تهديدا للأرباح في اليابان ويزيد على المخاوف إزاء الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات أصلا ولم يعلن آبي تفاصيل الخطة مكتفيا بالإشارة إلى أن نصف الموازنة سيشمل نفقات الحكومة وأيضا قروضا متدنيات الكلفة اشتركوا في القناة